تأتي تشتري قهواتك وتدفع بالجوال خدمة اسمها أبل بي وماذا الخدمة؟ كيف تفعلها؟ وين موجودة؟ وكيف تستفيد من كل شيء؟ ستعرفونها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيء وفي خدمة اسمها أبل بي هذه الخدمة تقريباً من خمس سنوات عالمياً بدأت في تطبيقها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تنتشر الخدمة تابعة لشركة أبل فعلتها في جوالاتها ولكن ليست جديدة من خلال تفعيل عمليات الشراء من خلال الجوال هم استغلوا كم تقنية موجودة في الجوال وابتكروا شيء جداً رهيب إنه محفظة موجودة على نظام آي او اس اللي هو نظام نفسه حق الآيفون أنا أظهر على الآيفون الآيفون ومن خلال هذه المحفظة تستطيع تضع بطاقاتك الاعتمانية وتتمم عمليات الشراء أبل بي عالمياً تبدأ تدخل على الدول شوية شوية أبل تتكلم مع كل بنك في كل دولة وتضبط الأمور على أساس أن تحصل على الرسوم والرسوم التي تأخذها كحصة لها من عمليات البيع والشراء أيضاً بعدين تبدأ تصبح خدمة موجودة في نفس الدولة إلا المملكة سلوبنا غير وطريقاتنا غير وأوضحها خلال الفيديو ولكن ليس كل دول العالم فيها خدمات أبل بي فالمملكة العربية السعودية تم تفعيلها مؤخراً ولاحظتم الكثير من الناس الذين يشترون بالجوال وحتى بالساعة الذكية وفي طرق أكثر وأجهزة أكثر وأيضاً في الإمارات العربية المتحدة تم تفعيل هذه الخدمة فيها بطريقة معتادة عن طريق شبكة فيزا أو ماستر كارد مع نفس أبل الذي تتكلموا مع البنوك فبدل ما تمشي بالبطاقات هذه كلها برمج هذه البطاقات على جوالك أو ساعتك الذكية فتصبح تتمم عمليات الشراء وما عليكم الذي يقولون أن هناك أحد مئة ريال دافع وشارع أشياء أكثر من ثلاث آلاف ريال في نفس العملية عند نقاط البيع المدعومة فحالياً لا يوجد أحد موجود لأبل بي ولا للمدى بي ولكن لحظة، هل هناك أمان في الموضوع؟ نعم، هناك أمان جداً كبير في الموضوع لأنك لا تستطيع أن تضيف البطاقات إلا إذا كان موجود عندك توثيق في الجوال أو عن طريق البصمة أو عن طريق الفيس آي دي لتعرف على الوجه على حسب جوالك فعندك مثلاً أجهزة الأندرويد إذا فيها خدمة NFC ومفعل التوثيق ستستطيع أن تحمل مدى بي وتستطيع أن تضيف البطاقات وأيضاً مسألة الأمان جداً مهمة فلن تضاف البطاقة على نفس الجهاز الذكي إلا بعد التوثيق التوثيق عن طريق نفس البنك يرسل لك رقم خاص مع إضافة البطاقة وعلى فكرة تحتاج إنترنت فقط لإضافة البطاقة في يوم يأتي خوية ويقول لك من يستطيع أن يدفع جوالي لا يوجد نت؟ قل له لا يا حبيبي، نفس البطاقة العادية لا تحتاج نت للدفع ادفع الله يرضى عنه لأن الخدمة لن تحتاج فيها الإنترنت لإتمام عمليات الدفع عن طريق الجهاز والأجهزة الذكية فقط في إضافة البطاقات تحتاج إنترنت وكما أنا قلت لكم في أمان مختلف إذا جاءت عندنا في المملكة العربية السعودية طريقة الأمان أول مرة تطبقها شركة أبل وطبعاً مين الذي يطبقها؟ الذراع المالي الذي يتفاهم مع شركة أبل فأبل لم تأتي مع كل بنك وتفاهمت معه لا، لقد أتيت عند مين؟ المدفوعات السعودية وتحديداً نظام المدفوعات الوطني تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والمنظومة هذه هي التي ضبطت الأمر فوفرت شيء مختلف تماماً ومرة يطبق مع خدمة أبل بي وعندنا هنا استحدثوا للأمان لو فتحتها لأي بطاقة تم إضافتها على نفس المحفظة ستجد أن لديك رقمين مضافة لديفايس أكاونت نمبر ديفايس أكاونت نمبر هذا الرقم ليس رقم البطاقة نفسه ولكن عندما تضيف البطاقة هذا الرقم يتم إنشاؤه خاص للبطاقة معروف في الجهاز لأمان لحفظ الأمان لبطاقتك ولا تنكشف الأرقام التي على البطاقة هذا الرقم يتم إنشاء خانتين لديك ماستر كارد الشبكة التي تابعها هذه البطاقة وهذا الرقم الذي ستستخدمه دولياً الرقم الثاني لو تلاحظوا تابع لمين؟ تابع لمدى تحت المدفوعات السعودية النظام الموجود لدينا مدى بي هذا النظام أيضاً هم الذين اتفقوا وعملوا الأمور هذه كلها واستحدثوا هذه المنظومة فصال لديكم رقم مدى بي ولكن لماذا هذا الرقم؟ إذا تمامت عمليات في المملكة العربية السعودية لا تطلع العملية برا المملكة العربية السعودية لا تذهب لأي سيرفر في العالم لا لا فيزا لا لا ماستر كارد ولا أحد انت في أمان وعملياتك محفوظة في المملكة العربية السعودية شبكة مدى كأنك استخدمت البطاقات المحلية في البنوك المحلية ليس انك طلعت دولي فهيوم تطلع دولي نستخدم رقم الفيزا وما فيزا ولكن انت محلياً ستستخدم نفس الكود حق مدى التي تم إن شاءه هذه كلها لإتمام الأمان والسرية حقك إن شاء الله في المملكة العربية السعودية فإذاً المعلومات مخزنة على الجهاز والمعلومات في أمان لا تتم عملية الشراء إلا إذا وثقت في البصمة أو في نفس الوجه حسب نوع جوالك ما هي الجوالات المدعومة في الأبل بي؟ آيفون SE وآيفون 6 وآيفون 6 اس وفق أما لو تكلمنا على الساعات من الجيل الأول حق ساعات أبل جيل أول ثاني حتى الجيل الرابع كلها مدعومة أيضاً لو تكلمنا على الآيبادات الآيباد اير ظهر الجيل الثاني فالجيل الأول من الآيباد البرو جيل كامل وفي صفحة كاملة لشركة أبل توضع كل الأجهزة التي دائماً للخدمة فحتى الماك يدعم الخدمة نفسها في بعض الأشياء هل هي مدعومة فقط للشراء من نقاط البيع؟ أبداً مدعومة أيضاً في كثير من الخدمات التابعة سواء على متصفح سفاري سواء على بعض المتاجر الإلكترونية أي شيء يتيح لنا هذه الخدمة ويتم متاحتها وتوفرها بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية سواء أبل بي أو مدى بي بشكل موسع لأنه عندنا لا تنسوا في رؤية المملكة 2030 المفروض أنهم متحولون على مجتمع كاشلس لا يشير كاشلس، كل شيء رقمي فهنا صار فيه أمن وأمان أكثر شلنا الشوائب المالية الموجودة وصار كل شيء واضح وصافي وممتاز للجميع والكل في أمن وأمان بإذن الله الموضوع الآن جاهز لكل الناس فالحين المفروض أندرويد بي سامسونج بي هواوي بي نتكلم على حتى الفيت بيت ساعات فيت بيت فيها محفظة لو رأيت الإعدادات هذه بإذن الله كلها ستتاح وأيضاً لدينا الخدمات المحلية التي بدأت تطلع المحافظ مثل STC Pay مثل هللة هذه الخدمات كلها تطلع وتنتشر على أساس تدعم مسألة التحول الرقمي ويصبح مجتمع كاشلس بدون كاشلس كل شيء رقمي وكل شيء مهيأ وفي أمان أحد المحاصن للخدمات هذه أن تستطيع أن ترى عمليات الشراء مثل هذه العمليات التي قمت بها في 3900 وكانت من جرير هنا يدعموا عندهم الخدمة ونقاط البيع الداعمة للخدمة أيضاً موضحة في نفس سواءَ أبل بي أو تذهب إلى موقع مدى ستجد كل المتاجر التي تدعمها وإذا انت متجر وما عندك هذه الخدمة ودك تفعلها عندك نفس الجهاز الذي موجود عندك في المحل أعطتك هي أحد البنوك تواصل مع البنك وقال لهم أريد نسخة داعمة للدفع بنفس تقنية الـ NFC إذا لم تفهم عليك ما هو جهاز الـ NFC فقال له الجهاز الذي يدعم مدى أثير الخدمة هذه اسمها مدى أثير فأطلب هذا الجهاز ويتيح لك زبائن أكثر لا تنسى كلنا قاعدين في الوقت هذا الوقت المعاصر الشراء أسهل بكثير أصلاً أحد الأسباب التي تجعلت شركة أبل تستحدث هذه المنظومة ليست الربح البسيط الذي يحصل عليه من البنوك بعد إتمام العمليات بل أنه يجعل أجهزته مغرية أكثر يعني الوالت فقط موجودة على الـ IOS بمنظومتها وحركتها تضيف عليها بطاقات بنكية تضيف عليها كروت سينما أو تذاكر سينما تضيف عليها بطاقات والغرينز والمحلات والأشياء والتمييزات في بعض المتاجر هذه ميزة الـ IOS وابتكار الوالت واحتكاره هناك شيء جيد ومدى هي الذراع الذي ساهم في إيجاد الوالت وتمكينه في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أبل بي فهنا ستجد أن بطاقاتك موجودة عندك في الجهاز تستطيع استفيد شيء أكثر من ذلك تضيف كل بطاقات الفيزة والماستر كارد أي شيء أسطر من بلقها في المملكة العربية السعودية بطاقات طالب بطاقات العمولات والسفر والسياحة كلهم ما شاء الله صاروا كبير تسوق هذه كلها تضيفها في خدمة أبل بي ونفس الشيء في مدى بي وحركات إضافية تستطيع تعملها في هذه الخدمات وهي مدى بي و أبل بي بكل بساطة يمكن أن تكون لك ممبر جميل للخير ويمكن أن تفتح عليك بباب مثلاً تضيف هذه البطاقات أيضاً في جوال زوجتك نرى نظراتكم أو جوال عائلتك كل شخص يمكن أن تضيف البطاقة أو أيضاً تستطيع أن تضيف لهم بطاقات حسابات مختلفة وفيها المصروف حقهم ساعتها لا يمكن أن يحصلوا إلا على هذا المصروف الذي يمكن أن يصرفوه وبكل بساطة ومع الدعم المستقبلي سيكون كل بطاقات خدمات مدعومة في محطات البنزين أيضاً ستسهل علينا الأمر أكثر وأكثر فأنت في الساعة الذكية حقّت زوجتك عادي خليك خير وضيف البطاقة بطاقة البنك الجاري وحساب الجاري وضيفها على يلاً دعونا نرى أحد يحذف المقطع من الفيديو وصلاً لا سيشارك الفيديو بسببت هذه الكلمة فلا يوجد حركة هذه إذا كانت الأمور جيدة لو انسرق الجوال، ماذا تفعل؟ عرفنا أن الأمور فيها أمان ولكن لو انسرق الجوال، ماذا تفعل؟ بكل بساطة، ادخل على حسابك في الأي كلاود من حسابك في الأي كلاود ستقدر تدخل على إعدادات كل واحد من الأجهزة وتبطل تفعيل نفس الخدمة ويعرف أنه لا سيستطيع نفس الشخص يشتري بجوالك إلا إذا لديه بصمتك أو وجهك فهذا شيء، إذا أخذ الجوال مع الأصبع، هذه مشكلة ثانية لا أظن أن هذا الفيديو نحصر كامل المشكلة أو نعطيك الحل لإضافة بطاقاتك، هناك أكثر من طريقة أول طريقة، تستطيع عن طريق نفس تطبيق البنك الذي موجود عندك على نظام الآي او اس سيتيح لك حالياً إضافة فورية لنفس الابل باي حق هذا البنك على نفس الوالت حق أبل محفظته أبل نفسها على نفس الآيفون أو تفتح على المحفظة الرقمية في نفس جوال الآيفون وتضيف البطاقة واحدة ورد ثانية طبعاً هذه من ناحية خدمة أبل باي وأيضاً نفس خدمة مادا باي فالمفترض أن شارك كل المعلومات واضحة بعضكم سيسأل عن بعض الخدمات الأخرى مثلاً عندكم بالآيفون يظهر لكم خدمة أبل باي كاش أبل باي كاش لن تعمل معك إلا إذا عندك حساب بنكي أمريكي هذه الخدمة لهم في تحويل الأموال لهم عندنا إجراءات موجودة موجودة ما لها دخل وأبل ما طلعتها برى السوق الأمريكي ولا في سوق في العالم في نفس الخدمة إلا إذا عندك حساب في أمريكا فأخير شر هذه ما ظنيتنا أن تأتي للمملكة المفروض أن نسعى أن تعاملاتنا المالية التي في المملكة تكون بين خدمات محلية مثل ما إن شاء الله ستسي باي وغيرها من نفس الخدمات سيكون عندها تحويل أموال داخلياً كذا نعرف أن أمورنا تماماً وبتعاملاتنا المالية لا تذهب برى المملكة فهذه أحد الأشياء يجب أن أوضحها وأيضاً شيء جداً مهم مهما أضفت بطاقات على محفظتك لا أحد يمكن أن ترى كيفية رصيد أمورك تماماً؟ تماماً ولا أحد يمكن أن يعرف الرقم الحقيقي للبطاقة لأن الرقم الذي تم إنشاؤه وحفظه هنا في المحفظة هذا الرقم تم إنشاؤه خاصة لهذا الجهاز الذي يبقى على المعلومات بأمان فيها فإن تخيل مهما كان لديك بطاقات مخزنها ومسيفها أو ستين بطاقة مثل هؤلاء كلهم وضعهم كلهم على الجهاز وترتاح وتفتح فنهاية الفيديو وكل فيديو لا تنسوا اللايك وسبسكراب والأشهادة كلها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وعطوب إليك معلش على الإطالة لكن الموضوع كبر وكثر فيه كثير المعلومات المقلوطة أحبيت أوضح كل شيء كعادتي معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته